اهلا بكم معكم راني سلطان ودي حلقة جديدة من حلقات حكايات من الولايات السوشا سيكوريتي موضوع مهم جدا وخصوصا فيه ناس عايشة عليه لكن للأسف الدخل اللي بيجي لهم بيبقى قليل يعني دلوقتي في المتوسط الناس بتاخد من 1400 ل 1800 دولار طبعا لما يكونوا اتنين عايشين مع بعض وبالتالي المبلغ ده مش كفاية ان انت تقدر تدفع الاجار بتاع البيت بتاعك وكمان الحاجات التانية المتطلبات منك يعني فما بالك بقى فيه ناس كتير بتاخد اقل من المبلغ ده ففي الفيديو بتاع النهاردة انا هقولك على اربعة بنيفتس موجودين عشان تبقى عارف عنهم فيه اتنين قانون لسه معادين من مجرس النواب ودول هيزودوا اشيكات بتاعتك بتاعت السوشا سيكوريتي لما تجيلك والقانونية التانية موجودين قريدي واكتشفت ان الناس كتير من الكميونتي بتاعتنا ما تعرفش عنهم حاجة قانونين دول ان لو واحدة زوجها توفى ارملة او ارمل تقدروا ان انتوا تاخدوا البنفتس كاملة او جزء من البنفتس بتاعت هذا الزوج المتوفى حتى بعد ما وفاته حتى لو انت بتاخدي المعاش بتاعك ممكن برضو تكليم المعاش بتاع الزوج المتوفى الحاجة التانية القانون التاني اللي الناس ما تعرفش عنها هي ان لو انت مطلقة ومدة زواجك استمرت اكتر من عشر سنوات تقدري تكليم البنفتس من هذا الطليق طبعا او العكس يعني الراجل لو هو مطلق ومراته بتاخد فلوس عالية ممكن يكليم الكلام فالقوانين دي تعالوا مع بعض اقول لكم عليها وده دور القناة انها تشرح لك ايه البنفتس اللي ممكن تاخدها وتقدر تساعدك ازاي طبعا انا بقعد ابحث كتير جدا علشان اوصل لهذه المعلومات وعلشان كده يوتيوب حط تحت الفيديوهات بتاعتي كلمة تانكس تانكس دي لو انت دفت عليها هتدفع اتنين دولار للقناة فحتساعدني ان انا اقدر اكمل الفيديوهات الاديتينج البحث كل ده وقت وكل ده مجهود انا بعمله وطبعا لما انت هتساعد القناة دي هتستمر عزاك كمان تعرف ان الفيديوهات دي مش معلومة مولة لك انت بس لكن تفكر في الناس اللي حواريك مين صديقك او جارك او حد معرفة تك ممكن الفيديو ده يفيده ويفيد حياته فانت ممكن تعملوا شير للفيديوهات دي لانها معلومات قيمة جدا الناس ما تبقاش عارفة عنها حاجة تعالوا مع بعض نقرأ من المفضل علشان نشوف واتبعوا معاي اولاني جايبه لكم من ال CNBC وبيقول ان مجلس النواب وافق على مشروع قانون هيزود الشيكات بتاعة السوشيال سيكوريتي اللي بتيجي للناس اصحاب المعاشات فبيقولوا ان السوشيال سيكوريتي ده عدى بموافقة الحزبين الديمقراطي والريبوبليكنز يوم الثلاث في المجلس النواب بتلتمية سبعة وعشرين واحد قالوا عليه ايوه دلوقتي هو راح لمجلس الشيوخ المفروض عشان يعدي بمجلس الشيوخ محتاج ستين في المية من الاعضاء يوافقوا عليه حاليا هم معاهم اتنين وستين في المية من الاعضاء موافقين عليها وده معناه ان القانون هيعد طيب القانون ده بيعمل ايه القانون ده بيوقف قانونين كانوا موجودين كانوا بيقللوا من الشيكات بتاعة السوشيال سيكوريتي فهو حيلغي القوانين اللي كانت بتقلل من الشيكات وبالتالي حتى الشيك بتاعك فيه زياد فاول قانون بيرغيه هو الوينفال اليمنيشن بروفيجن ال WEP فالمفروض القانون ده حيزود اتنين يعني انه حيستفيد منه اتنين مليون شخص في الحكومة الامريكية اللي بيحصل ان ده معمول للناس اللي كان بتشتغل في الحكومة في الحكومة الفيدرالية او في الحكومة المحلية بتاعة الولاية بتاعتك وما كانوش بيدفعوا ضرائب للسوشيال سيكوريتي فلما جون بقيت لها المعاشة تقيت لهم لا والله انتم كنتوش تدفعوا ضرائب وبالتالي حنديك فلوس قد كده المعاشة بتاعتك حتقل فالمشروع القانون ده بيقول لهم يا جماعة هم ملهمش زنب هم انت جيت قلتلهم ما تدفعوش ضرائب فما دفعوش فجيت تيجي بعدك هتعقبهم على حاجة هم عملوا لانهم بماشيين على النظام اللي انت حطيته فما ينفعش وبالتالي حيلغوا القانون ده القانون ده كان موجود من ديسمبر 2023 فحيتلغي وطبعا في اتنين مليون شخف تقريبا حيفتفيدوا منه وحيلقوا فيه زيادة في اشيكات بتاعتهم القانون التاني اللي اسمه جوفرنمنت بانشن اففت الجي بي او ده اللي كان بيقلل من البنفس اللي بتاخدها الازواج او الارامل فكانوا بيجوا برضو تقريبا تلات تربع مليون واحد حيفتفيدوا من هذا القانون لما يقف يعني فكان ده بيقلل من الانكم من الدخل اللي داخل ليه الناس المتزوجة من رجل مثلا شرطة كانوا رجال الشرطة او مدرسين او الفايرفايتر رجال الاطفاء او البابليك سيرفنس اللي بيشتغلوا فيه الحكومة يعني كانوا الازواج بتوحهم بياخدوا بانفة قليلة فقالوا لأ ماينفعش الكلام ده لازم تعامل الجميع زي بعض وبالتالي القانون ده هيوقف وحتلاقوا ان الشيكات اللي جاي لكم هتلاقوا فيها زيادة عن الكلام ده الناس اللي مؤيدة للقانون ده بيقولوا ان ده خطوة في الطريق السليم والناس اللي معارضة لها بيقولوا طبعا ده حيزود من العجز بتاع انتو عارفين التراست فاند بتاع الفلوس اللي فيه قليلة فقالوا ده حيكلف الدولة مية ستة وتسعين بليون دولار على مدى العشر سنين الجايين وده حيخلي الفاند يقل فالمفروض ان الفاند ده التراست فاند ده الخزنة اللي فيها الفلوس دي الفلوس اللي فيها حتخلص سنة الفين تلاتة وتلاتين فقالوا لأ ده حتبقى الفين اتنين وتلاتين يعني فيه ست شهور بدري كمان الفلوس حتقل بسبب هذا القانون ولكن القانون ده زي ما قلتلكه عدة ومنتظر ان هو يعدي بالمجلس النواب فدي القوانين الجديدة تعالوا بقى نشوف القوانين القديمة اللي كانت موجودة والناس ما تعرفش عنها اللي هو اللي هو اللي ازواجهم متوفيين لو كان الزوج بتاعك توفى وهو كان بيدفع السوشيال سيكوريتي تاكسز الدرايب بتاعت السوشيال سيكوريتي فده معناه ان انت تغضي البنفتس بتاعته فهو كان بيدفع ودفع السوشيال سيكوريتي تاكسز قبل ما يموت خلاص فلو انت وصلت للسن الفول رتايرمنت ايج بتاعك يعني اللي هو انت دوقتي قلنا الفول رتايرمنت ايج اللي هو ستة وسبعين سنة وتمان شهور فلو انت عديت ستة وسبعين سنة وتمان شهور هتغضي فول بنفتس بتاعته حتى لو انت ديك معاش بتاعك كمان تقدر يتغضي معاش هذا الزوج اللي توفى طب لو انت ستين سنة اه او اكتر لكن اقل من سن المعاش اللي هو ستة اللي هو سبعة وستين فبيقولك هتغضي من من واحد وسبعين في المية لتسعة وتسعين في المية من البنفت حسب باقي بيحسبها يعني دياليا ايه انتو عارفين الاكويجن دي معادلة كده معقدة لكن انت هتغضي اقل حاجة سبعين في المية واكتر حاجة تسعة وتسعين في المية من البنفت بتاعته طبعا على حسب السن بتزيد مع السن طب لو انت من خمسين لتسعة وخمسين سنة اه وحتغضي واحد وسبعين في المية من البنفت اللي كان بياخدها الزوج المتوفى لو كان عندك لو كنت انت يعني تغضي بالك اه من طفل عنده اقل من ستاشر سنة مهما كان سنك اه فحتغضي برضو خمسة وسبعين في المية من البنفت بتاعت الزوج المتوفى فكل دي ينبنفت لو كان الزوج توفى وانت بتغضي معاش او بتغضي مرتب برضو تقدر يتغضي البنفت بتاعت الزوج المتوفى اللي كان بيدفع الدرائب بتاعت السوشيال سيكيوريتي طبعا كل ما تستني اكتر ان انت تقابلاي عشان تغضيها كل ما البيمنت بتاعتك تبقى اعلى فلو انت يعني مش محتاجها الفلوس دلوقتي يقدر يتستني سنة اتنين تلاتة كل ما هتستني اكتر كل ما المبلغ يدي الشيكيه هيجيلك تغضيه وفيه ناس تقولك لا انا هقدم واخد دلوقتي ان الفند تراست فند ده اللي فيه الفلوس هيخلص فحيجوا يقولولي لا فانا اللي احصل عليه النهاردة احسن ما استنى سنتين تلاتة مش عارفة هيحصل ايه كمان الكلام ده كله فده اللي انت المفروض تغضيه يعني هنا بيقولك for example ممكن تغضي خمسة وسبعين في المية لو انت عندك واحد وستين سنة او تغضي فوق التمانين في المية من البنفسة وانت عندك تلاتة وستين سنة وتغضي فوق التسعين في المية لو انت عندك خمسة وستين سنة طيب انت محتاج عشان تأبلي للكنام ده محتاج ايه محتاجة بيقى معاك social security card بتاعك انت وتبقى معاك social security الرقم بتاع social security بتاع زوجك المتوفي او امراتك المتوفية معاك شهادة الميلاد بتاعتك وبتاعته وكمان معاك شهادة الوفاة بتاعت الزوج والكلام ده كله طبعا شهادة الزواج بتاعتكم والدي السرتيفكات زي ما قلت لكم يعني ده وتعامل يعني الوفاة طلعت منين شهادة الوفاة طلعت منين فهاتي الورق ده معاكي وروحينهم قلونهم أنا عايزة البنفستيان بتاعتي طيب ده بالنسبة للزوج المتوفي طيب بالنسبة ليه المطلقة تقدر تعمل ايه أو independently entitled divorce spouse benefit independently entitled divorce spouse benefit ده اسم البنفست ان انت فبيقولك ان انت لازم تكون على الاقل تكوني عندك 62 سنة عشان تغضي على هذا الايه تحصلي على هذا على هذه البنفست وكونوا متجاوزين على الاقل 10 سنوات وتكوني اطلقتوا بقالكوا على الاقل سنتين ويكون الورق بتاعي اطلق انتهى يعني خلصت الورق مش لسه في المحاكم مش لسه لا خلص الورق خلص يعني وان انت لم تتزوجي لغاية سن الستين اقل من ستين تزوجتي البنفست اقل من ستين تزوجتي البنفست هتقص لكن لو انت فوق الستين سنة وتزوجتي تقدير على البنفست كمان ان انت ما يكونش السوشال سيكوريتي بتاعتك اعلى منه او ان انت انت تغلي social security اعلى فلو انت social security بتاعتك اقل هيضوك بتاعت الزوج لكن لو انت social security بتاعتك اعلى لا خلاص خلاص وطبعا ان الزوج اللي هو يعني كان مؤمن عليه يعني فده كلها الكلام ده كله فلو انت كنت مطلقة اكتر من سنتين تقدر ان انت تقولي ان انت تغذي البنفس دي من الزوج حتى لو الزوج ما قدمش هو على البنفس يعني انت مش لازم تستنيه لما هو يقدم على البنفس عشان تغذيه لأ انت طلعه ما وصرتي للسن ده 62 سنة وانت لابت تتزوج لغاية سن الستين وهو وجذوقكه استمر عشر سنوات وانت بقالك سنتين مطلقة تقدر تروح تغذي البنفس حتى لو هو ما قدمش على البنفس ملكيش علاقة بيه خالص انت تستحق البنفس ديان فدول الاربع قوانين موجودين حيزودوا الشيكات بتاعة السوشال سيكوريتي مهم او ان انتوا تبقوا عارفين هعمل لكم فيديو قريب جدا هكلمكم فيه على تقريبا سبعة او تمانية بنيفتس موجودين لكم لأصحاب المعاشات او الناس اللي تفتحق انها تاخد المعاش الناس برضو ما تبقاش عارفة عنها فانتظروني في الفيديو بتاع السبع او تمان بنيفتس لأصحاب المعاشات ارجوك ان انتوا تدعموا القناة بان انتوا تدوثوا على اللي تحت الفيديو وطبعا فكروا دايما في الناس غيرك لو انت مش هتستفيد من الفيديو ده شوف مين في محيطك يقدر يستفيد منه والمعلومات دي هتفيده علشان يقدر ان هو يقدم ويقدر يفاعد نفسه ويفاعد ولاده شكرا لكم شكرا تبعتكم وكان معاك رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات